السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة جيد في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام احنا النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا على محاضرات السنباسو ميمتك ويمكن احنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا ان الأدوية السنباسو ميمتك بتاعتنا في عيلة جميلة وعيلة مهمة للغاية سميناها عيلة الكاتيكول أمينز واتفقنا مع بعض ان الكاتيكول أمينز منهم دوة اسمه الأدرينالين وقلنا ان ده بيشتغل على كل حاجة تقريبا بيشتغل على الألفا وان وبيشتغل على الألفا وبيشتغل كمان على البيتا وان وبيشتغل كمان على البيتا تو وبيشتغل كمان شوية على البيتا ثري أما الدول التاني اللي مفروض نتكلم عليه النهاردة اسمه النور أدرينالين أو النور ابنفرين والنور ابنفرين يا شباب هو واحد من الأدوية اللي بيشتغل على عاجة اسمها الألفا وان وبيشتغل على الألفا تو وبيشتغل على البيتا وان وبالتالي نتوقع أن النور أدرينالين ده هيعمل ميلي لما بيشتغل على الألفا وان هيعمل بشكل كبير جدا في الكيوتينيس بلود فيسلز ويعتبر ده وبوتينت كوازو كونستريكتر واخد بالك أنه هو ما عندهوش أي بيتا تو أكشن يعني هو ليس عنده مقدرة أنه يشتغل على البيتا تو فشغله كله على الألفا وان ريسبتر وبالتالي هيعمل فقط لغير مفاش أي فازو ضايلش وده لقوا أنه هو ممكن طبعا نتيجة أنه هو فازو كونستريكتر أنه هو يعمل وممكن كمان يزود قوة الضربة فيعمل زيادة في كمان يبقى هو مين اللي بيعلي يعني البلاد بريشر والسيستوليك كمان بلاد بريشر هو بيعلي الدياستوليك ويعلي السيستوليك ومعندهوش أي تأثيرات على البيتا تو ريسبتر طيب لما جوم شافوه وهو بيشتغل على البيتا وان لقوا أنه مين ممكن لما يشتغل على البيتا وان يعمل يا دا كاترة انكريز للفورس أوف كونتركشن ولكن لقوا شيء غريب وشيء عجيب وشيء طريف للغاية أن النور أدرينالين دا ممكن أنه هو يعمل بكريز للهارتريت يعمل حاجة اسمها ريفليكس براديكارديا يبقى دي واحدة من المعلومات الغريبة أنه هو يعمل رد ويروح موطي ضربات القلب يعمل رد فعل أنه هو يوطي ضربات القلب طب ودي سببها إيه سببها القاتي أنه هما لقوا أنه هو بيعمل انكريز للبلود بريشر جدا 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 لأنه هو فازو كونستريكتور عنيف جدا فلنتيجة أنه هو بيعلي الضغط بشكل كبير قوي مين انه بيحس أن الضغط عالي حاجة اسمها البارو الريسبتور اللي موجودة في الأورتك في الأورتة وموجودة كمان في مكان اسمه الكاروتد ساينس ده موجود جوه الشريان اللي رايح ليه الدماغ في مجموعة من الريسبتور اسمها البارو الريسبتور دي تستشعر الضغط ولما تحس أن الضغط عالي تحاول أنها توطي شوية ولما تستشعر أن الضغط واطي تحاول أنها تعلي شوية فهو نتيجة أنه بيعالي الضغط جدا فالبرو ريسبتور اللي هي موجودة في الأورتك والكاروتد ساينس حس أن الضغط عالي حس أن الضغط عالي جدا 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 طيب لما حس أن الضغط عالي جدا عملت ايه بعطت رسالة للدماغ يعني بعطت ميسج للدماغ وقالت له يا دماغ إلحقني الضغط عالي يعني قالت البرين إلحق ده الضغط عالي جدا فراح البرين عمل إيه فراح البرين محاولة منه أنه يواطي الضغط عمل اكتيفيشن للبارا سمبستك عمل اكتيفيشن للبارا سمبستك اللي هو هنا الفيجاس نيرف نشط الفيجاس نيرف اللي هو بيعمل إيه بقى الفيجاس نيرف ده الفيجاس نيرف ده ده عصب طالع من البرين وإحنا قلنا ده العصب العاشر يعني الفيجاس نيرف راح منشط الفيجاس نيرف وبعت إشارات للهارت وطلع في النهاية بتاعته أسيطاي الكولين فراح يشتغل على عضلة القلب ويشتغل على ريسبتور جوه عضلة القلب اسمه الامتو يعني طلع الأسيطاي الكولين والأسيطاي الكولين ده راح يشتغل على الامتو اللي موجودة فعضلة القلب طيب لما اشتغل على الامتو راح عامل إيه ده كاترة راح عامل بشكل كبير جدا للهارت ريت وده أنا زي أقول لكم وكأنه هو إيه ردد فعل زي ما انت شايف كده حصل دكريز ليه الهارت ريت بشكل كبير وده بيسموه ريفليكس ريفليكس برادي كارديا يبقى ده ردد فعل وكي يا شباب وده بيحصل دايما في الاكستريم ميكانيزمس أو الحاجات العنيفة جدا هذا الكلام لو انت فاكر مش موجود في الأدرينالين لأن الأدرينالين مش بيعلي الضغط بنفس الفكرة اللي بيعليها النور أدرينالين النور أدرينالين بيعلي الضغط جدا عشان كده هو بيعمل ريفليكس برادي كارديا فالنور أدرينالين ما ننساش انه بيعمل ريفليكس برادي كارديا ومن الحاجات اللي بيستخدموها هو مي اللي النور أدرينالين ده ممكن انه هما يستخدمو انفيوجن اي في انفيوجن في علاج الهايبو تنشن علاج الضغط الواطي اللي ممكن يحصل أثناء حاجة اسمها الـ Spinal Anesthesia بيستخدم في علاج الضغط الواطي اللي بيحصل أثناء التخدير النصفي وممكن كمان يستخدم في علاج Condition اسمه إيه يا جماعة اسمه Septic Shock اللي هو هبوط حاد في الضغط ضغط يوتى جدا جدا نتيجة أن فيه أو فيه Bacterial Infection والBacterial Infection اللي موجودة في الجسم دي منتشرة فعملت Severe Vosodylation وبالتالي وأنا طالب كده كنت دايما أبقى مذاكر هذا الكلام أبقى مذاكر إيه أبقى مذاكر بشكل عنيف للغاية أن الأدرينالين يعتبر من أفضل الأدواء لازم أذاكر كده يا جماعة أن الأدرينالين من أفضل الأدواء فيه علاج فيه علاج حاجة بنسميها إيه الأدرينالين ينفع أوي في علاج الأنفيلكتك الأنفيلكتك شوك من أكتر الأدوية اللي تنفع فيه الأنفيلكتك شوك كفسيولوجيكال أنتدوت للهستامين أما النور أدرينالين فهو بينفع بشكل كبير جدا فيه علاج السيبتك شوك على أساس أنه هو وبوتنت غازو كونستريكتر وما تنساش أن النور أدرينالين بيشتغل على الألفا وان والألفا تو والبيتا وان يبقى خب بالك وإنت بتذكر إن إحنا أخدنا كام دواء كاتيكولامين لازم تذكرهم كده إيه هما الكاتيكولامينز اللي إنت أخدتهم أخدت دواء فرحنا بيه جدا كان اسمه إيه إبراهيم كان اسمه الأدرينالين وقلنا إن الأدرينالين ده من أفضل الأدوية وقلنا بيشتغل على الألفا وان بيشتغل على الألفا تو ويشتغل على البيتا وان بيشتغل على البيتا تو بيشتغل كمان على البيتا سري تاني واحد اتكلمنا عليه دلوقتي حالا كان اسمه ايه يا ابراهيم كان اسمه النور ادرينالين وقلنا ان النور ادرينالين بيشتغل على الالفا وان وبيشتغل على الالفا تو وبيشتغل على البيتا وان ليس له علاقة بالبيتا تو وبالتالي ما بيشتغلش على البرونكاي بيشتغلش على اليوترس خلاص بيشتغلش على البرونكاي ولا اليوترس ما عندهوش الريفيرسل احنا قلنا الريفيرسل في المحاضرة اللي فاتت سببها البيتا تو اكشن فهو النور ادرينالين مهم جدا has no reversal ما عندهوش حتة ال reversal في الضغط وما تنساش انه بيعمل حاجة اسمها ريفليكس برادي كارديا يبقى دي مهمة جدا فيه تالت واحد دايما واحنا بنذاكر نبقى حطينه في دماغنا مين هو تالت واحد لازم نبقى حابينه جدا واحد اسمه الايزو برينالين والايزو برينالين ده مين اللي بيشتغل على البيتا وان وبيشتغل على البيتا تو ممكن كمان يشتغل على البيتا سري وخلاص انا بقى متوقع انت حتقول لي ايه مدام هو بيشتغل على البيتا وان يبقى هيعمل increase للheart rate وincrease للforce of contraction وincrease للcardiac output وincrease للsystolic blood pressure طيب بيعمل شغل على البيتا تو اذا هو من الادوية اللي نتوقع انه bronchodilation وانا توقع انه بيعمل vasodilation للسكليتال blood vessels فممكن شوية يعمل decrease في الdiastolic blood pressure فالايزوبرينالين وانت بتذكر تبقى عارف هو بيشتغل على ايه عشان تبقى انت طالب ممتاز وتتمتع بالتميز الايزوبرينالين من اللي بيشتغل على البيتا receptor ممكن يزود ضربات القلب ويزود قوة الضربة ويزود ويشتغل على الاسكليتال blood vessels يعمل فيها vasodilation ويقللك الdiastolic blood pressure ممكن يشتغل على البرونكاي برونكو دايليش يشتغل على اليوترس يوترين relaxant فممكن يستخدموه في الولادة المبكرة ال premature labor ان ال 6 تيجي تقولك ان عايز اولد في الشهر السادس او السابع فهو بيريلاكس اليوترس فبيستخدم في ال premature labor الميتابوليك افكت شبه الادرينالين بيزود السكر وبيعمل شوية liposis بيستخدم في علاج الازنة بيستخدم في علاج ال heart block كلام منطقي انا شايف دايما وانت بتذاكر مجرد ان انت تبقى مذاكر ال receptors ده شيء كويس جدا عيوبه طبعا انه ممكن لا قدر الله يعمل condition اسمها palpitation اللي هي النغزة في ضربات القلب كده يعمل زيادة في ضربات القلب ويسموها palpitation arrhythmia angina albain لانه هو متعب لعضلة القلب وما بقاش موجود كتير طبعا عملوا ادوية selective beta 2 هنتكلم عليها النهاردة واحنا شغالين فما تحفظهمش دلوقتي اعرف ان فيه ادوية selective beta 2 اذا احنا اتكلمنا على مين بشكل واضح اتكلمنا على واحد من الادوية بشكل واضح وحبناه للغاية هو الايزو برينا لين فيه كمان عندنا الدوبامين وقبل ما نتكلم على الفرماكولوجيكال اكشن لازم نبقى عارفين ان الدوبامين هو الريدي موجود جوه جسمنا واحد من الكاتيكولامينز وموجود بشكل كبير جدا جوه الدماغ وعنده تأثير اسمه rewarding system يعني بيديك احساس بالreward اللي هي المكافأة يعني بيديك احساس بالسعادة والمتعة والانبساط خلاص وله دور في movement دي هندرسها بالتفصيل بعد كده في الترم اللي بعد كده انه هو لما بيقل جوه الدماغ ممكن يعمل مرض اسمه البركنسون اللي هو الشلل الرعاش عنده تأثير peripheral اشتغل على الكدني وممكن يعمل vasodilation للrenal blood vessels في peripheral يعني برا الدماغ بيتصنع في بتاعة الكلى بيتصنع في مكان في الكلى اسمه البروكزي مالتيبيولز وعنده diuretic action يدخلك الحمام وعنده natiuretic action يعني يكرش المية والملح من الجسم وهو vasodilator وهو vasodilator الدوبامين بيتكسر بالماء وبيتكسر بالcompt فما بيتاخدش oral ممكن شوية يشتغل على alpha 1 ويشتغل على beta 1 دي هنتكلم عليها بالتفصيل لكن هو عنده specific receptors بيسموها بيسموها دي 1 لدي 5 هم هوالي ثمس ريسبتور دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 الدي 1 ودي في الأغلب بتشمل دي 1 ودي 5 يعني الدي 1 بتشمل الدي 1 ودي 5 ودي مين اللي موجودة في الكلى في الرينل بتعمل الرينل بازو ضيليش الدي 2 مين اللي دي بتشمل دي 2 و3 و4 ودي مين اللي لها دور دماغي دي 2 ده له دور دماغي انه بيبسط وله دور في السعادة وله دور في القي يخليك تتقيق وله دور في حاجة اسمها البرولاكتن اللي هو هرمون الرضاع بيقلله وله دور في انه يقلل من حدوث البركنسون anyhow اعرف لي النهاردة ان الدي 1 موجودة بريفرالي والدي 2 موجودة مين يا دا كاترة يا اما المصر ان الدي 2 دا موجود جوه الدماغ طيب انا بقى جيت واخدت الدوبامين يعني جيت واخدت الدوبامين كعلاك اخدت الدوبامين هل ينفع ان انا اخدو اورال طبعا لا هو الدوبامين مين اللي بيتاخد ايضا باي انجيكشن فانا اتوقع ان الدوبامين لما جا ناخده هيعمل ايه يبقى الدوبامين انا حاجي ااخده من بر ومين لي هاخده اي في اولا هو مش هيشتغل خالص جوه الدماغ هو على اللي موجودة جوه الدماغ ليه لانه هو نوت بنت ريت نوت بنت ريت السينس هو لا يعدي الدماغ هم اللي هيشتغل فين قالك حسب الدوز يعني هم مين بيسموه دوز ديبندنت مين هم بيسموه دوز ديبندنت ويقولك والله لو الدناء في دوز ممكن يشتغل على دي وان اللي موجودة في الرين البلود فيسل ولما يشتغل على دي وان في الرين البلود فيسل يعمل ويزبط الكل علينا الدوز وصلنا لل انترميد دوز ممكن يشتغل على البيتا وان ويعمل انكريز للهارت ريت والفورس أوف كونتراكشن لو علينا الدوز أكتر وأكتر وعلي الحكاية علي لو استخدمنا بهاي دوز ممكن يزود شوية يعمل انكريز للريليز أوف نور أدرينالين ويروح يشتغل على الالفا وان ويعمل فازو كونستريكشن في الرينال بلاد فيسلز وبالتالي إذن هو في الاسمول دوز بيشتغل على الدي وان لما نعل الدوز أكتر وأكتر يشتغل على البيتا وان لما نعل الدوز أكتر وأكتر ممكن يروح يشتغل جوه الدماغ لأنه الدوبامين اللي من برا ده ما يخشش الدماغ وقلنا إن الدوبامين بيبسط ويخليك سعيد ويزود الانبساط والسعادة والمتعة وبيزود الإيميسز يخليك تتقيق ويقلل البرولاكتن اللي هو هرمون الرضاعة وبيقلل الباركنسون إنيهاو أنا يهميني إن أنت تبقى مذاكر هذه الجزئية بشكل عنيف إنه هو في اللودوز هيشتغل على دي وان في الرين اللي هي بتاعة الأحشاء وممكن يشتغل على الكرونري اللي هي الشريان التاجي والنفيوجن أوف اللودوز بيزود الـ GFR وصول الدم للكلأ اللي هو ويزود الرين ويخلي كمان السوديم يتكرش من الجسم وده اسمه ناتيوريسز اسمه ناتيوريتيك إفكت إنه بيكرش السوديم لما تعلي الدوز يروح يتغل على البيتا وان يزود قوة الضربة وعدد الضربات بوزوتف إينوتروبيك وبوزوتف كرونوتروبيك ويزود الكارديك أو بوت لما تعلي الدوز يروح يطلع نور أدرينالين ويشتغل أكتر على الألفا وون ريسبتور فيعمل فازو يعني إيه فازو كونستريكشن استخداماته أو قبل ما نتكلم على استخداماته هنا فيه نقطة خطيرة ما هو تأثير الدوبامين جوه الدماغ الدوبامين اللي مقصود هنا جوه الدماغ هو اللي تصنع ها جوه الدماغ اشتغل على D2 في الدماغ وهنا بقولك لما بيتصنع There is specific dopamine receptor في CNS injected dopamine has no central action الدوبامين الانجيكتد مش هيخش الدماغ لأنه ما بيعديش البلود بريم باري كي central dopamine effect ده ما تصنع عينة الدوبامين جوه الدماغ أو تدي دواء يشتغل على الدوبامين جوه الدماغ ودي أدوية D2 agonist دواء اسمه البروموكريبتين ودواء اسمه الأبومورفين دي أدوية بتشتغل على D2 جوه الدماغ دي أدوية بيسموها يا إبراهيم D2 agonist والأدوية دي زي ما قلت لكم اسمها إيه اسمها البروموكريبتين والأبومورفين دي D2 agonist والأدوية دي increase المود تزود السعادة الأدوية دي increase الإيميسز تخليك تتقيق الأدوية دي decrease من حدوث الباركنسون تقلل الشال الرعاش والأدوية دي كمان من الحاجات اللي ممكن نقول إنها ما كلماش على برولاكتن إنها decrease البرولاكتن دي أدوية يا جماعة بتشتغل على D2 جوه الدماغ كي طيب في نقطة خطيرة ومرعبة للغاية ألا وهي إيه استخدامات الدوبامين أغلب الكتب بتقول إن الدوبامين ندي يا جماعة الدوبامين ندي في أمراض القلب وأمراض الكولاء ليه لإنه هو حلو في الحكاية دي فممكن إن أنا أستخدمه في علاج الهارد فيلير هيقوي عضلة القلب خاصة في الناس اللي عندهم أوليجو يوريا أوليجو يوريا يعني أوريدي عندهم مشاكل في الكلة أوليجو يوريا يعني نقص في كمية التبول نقص في اليورين أو بوت وطبعا لو ناس عندهم ضيق في الأوعاء الدموين هو وفاز وضيليد وممكن يستخدم في الكارديوجينيك شاك لو القلب واقف وممكن كمان يستخدم فيه السيبتيك شاك لكن أكتر استخدام فيه الأكيوت هارد فيلير هلما عضلة القلب تفشل تماما خاصة يبقى فيه هارد فيلير مع كيدني فيلير هو بيزبط القلب ويزبط الكلة بيزبط القلب ويزبط الكلة هيا جماعة خلاص فدي واحدة من النقط الخطيرة وانت بتذاكر لابد ان انت تبقى مرعوم منها ان هو بيستخدم فيه الهارد فيلير مع الرينا الفيلير او مع الوليجو يورين وعملوا حاجة يعني مهمة جدا 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 اسمها ايه عملوا دواء خطير دواء خطير اسمه الفينولودوبام وده خطير في الإجزام ليه لان الفينولودوبام بيشتغل سيليكتر دي وان وبيشتغل بس على دي وان دي وان اجونست بس فده رائع في الرين ال بلود فيسل وبيستخدموه كافازو دايليتر ويستخدموه في علاج السيفير هايبرتينشن والضغط العالي جدا في الناس الهوسبتالايزد في الناس اللي عندوهم لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله دخلوا المستشفى وبيشتغل على ال دي وان بس بشتغل على ايه جماعة ال دي وان بس ده الفينولودوبام فيه ادوية بتشتغل على ال دي تو بس اللي هو البرومو كريبتين والابومورفين تشتغلوا على ال دي تو وفيه دواء اسمه البرجولايد ده دواء برجولا ودواء اسمه الكابرغولين اشتغلوا على ال دي تو واشتغلوا كمان على الفايف هيدروكسي تريبتامين 2B الفايف هيدروكسي تريبتامين 2B ده سريتون الريسبتور ولقوا انه هما لما بيشتغلوا على الفايف هيدروكسي تريبتامين 2B بيعملوا مشاكل في عضلة القلب فبيعملوا تلايفات فيبروزز في الفالبز عشان كده البرجولايد اتشال من الماركت الكابرجولين مازال موجود في الماركت يا جماعة كابرجولين مازال موجود في الماركت لكن اللي تشال البرجولايد برجولايد تشال لأنه اشتغل قوي على الفايف هيدروكسي تريبتامين 2B وانا بقولك بيعمل مشاكل فالفر في عضلة القلب الفالوز اليزيورايد ده بيشتغل تقريبا على ال-D2 و-3 و-4 كل دول تقريبا جوه الدماغ والفايف هيدروكسي تريبتامين وان ايه و2 ايه لكن 2B هو المشكلة 2B ده المشكلة ولقوا ان ده وزي البرجولايد لما بيشتغل على التو بي ده بيعمل مشاكل فالفولار طيب الأدوية دي تنفع في علاج الباركنسون طبعا زي البروموكريبتين وتنفع في علاج الهايبربرولكتينيميا زي البروموكريبتين والليزيورايد وما تنساش أن البرجولايد ده تشال من الماركت نتيجة أنه بيعمل مشاكل فالفولار ومشاكل كاردياك ومشاكل ليس لها أول من أخر يعني هذا الكلام ده كترة كلام خطير ولا غنى عنه يعني لازم وانت بتذاكر تبقى مرعوب من هذا الكلام مرعوب مش عشان خاطر انت مرعوب مرعوب لأن هذا الكلام كلام لا غنى عنه في انك تذاكره وتبقى عارفه بشكل كويس جدا ولازم لما تيجي تذاكر تجيب البورد بتاعت إبراهيم دي هذه البورد الجميل احنا دلوقتي اتكلمنا على كام واحد واحد اتنين تلاتة اربعة عشان اكمل الرسمة الجميلة قط هنا دوة يمكن نتكلم عليه مستقبلا اسمه الدوبيوتامين انا بقولك الدوبيوتامين ده واحد من الأدوية اللي بيشتغل سيلكتف بيتا وان ااجونست ده بيشتغل سيلكتف بيتا وان ااجونست اوعى تلغبط تلغبط اطع لك شعرك اشتغل على البيتا وان ااجونست ايه؟ وده بيتا وان ااجونست يبقى حلوة على عضلة القلب وقوة الده اللي يهمنا برضو واحنا بنذاكر عشان الخريطة تبقى حلوة ان فيه ادوية ابراهيم قالها النهاردة ادوية بتشتغل على الدي وان ادوية دي وان ااجونست والدي وان ده اللي هو الرسيبتور اللي موجود في الرينا البلوت فيصل ولما بتشتغل على الدي وان بتوسع الاوعية الدموية اللي رايحة بشكل كبير جدا للكل طيب لما تشتغل على الدي وان ها؟ زي مين اولا؟ زي الفين لدبع والدوية ده فاظو دايليتر بيوطي الضغط وبيستخدمه في الحالات السيفير هايبر تنشن او الريزيستنت او الحالات الهايبر تنشن اللي في المستشفى ده دي وان اجل برضو وانت بتزاكر لازم تقول الخريطة بتاعتك بشكل كويس دي تتزاكر يا جماعة النهارة هذه الخريطة ان فيه ادوية بتشتغل على الدي تو دي تو ااجونست جوه الدماغ اسميهم ايه؟ لازم تبقى عارف البرومب كريبتين ممتاز فيه كمان دواء اسمه وفيه دواء اسمه برجولا اسمه البرجولايد وده تشيل نتيجة انه بيشتغل على الفايفايدروكسي تريبتامين توبي خطيرة وفيه دواء ما تشيلش شبهه اسمه الكبر الكبر جولين ده ما تشيلش وفيه كمان احنا الابومورفين الابومورفين خلاص مهمة اوه البرجولايد البرجولايد ده بنشوفه كتير اوه في الامتحانات ويقولك ليه البرجولايد اتشيل البرجولايد اتشيل نتيجة انه بيعمل كاردياك فايبروزيس يبقى دي خطيرة اوه انه هو بيعمل كاردياك فايبروزيس يا جماعة اهه بيعمل كاردياك وفالفولار فايبروزيس والكبر جولين ما تشيلش ايه ومشتغلش اوي وبيشتغل على بس مش بشكل عنيف طيب الدي بيعمل ايه هذا الرسابتور الناس الشطرة الممتازة الدي بيعمل ايه هذا الرسابتور ميلي قلنا انه اقولهم تاني انا فاضي بيعمل دي كريز خلاص بيبقى وانا بذاكرة بيعرف انه بيعمل دي كريز للبرولاكتن اوكي وممكن كمان يعمل اه ايه يا شباب يعمل دي كريز في اعراض الباركنسون يبقى ممكن نقول دي كريز للبرولاكتن ممكن نقول دي كريز لأعراض الباركنسون ما تنساش انه ممكن يعمل ايه نكتبها هنا عشان تبان يعمل increase ل يعمل increase للمود وما تنساش بالله عليك بالله عليك حكاية اه الدول اللي تشال ان انا بقولك اسمه ايه اسمه اكتبها طبعا هنا كده فوق خالص ده تأثيرات الدي تو يا جماعة اه تأثيرات الدي تو عشان تبقى انت عارف وما تنساش مين الدول اللي تشال الدول اللي تشال اللي هو البرجولايد وانا بقولكو انه هو تشال نتيجة حدوث الكاردياك فيبروزيس او المشاكل الفالفولر اللي ممكن تكون بتحصل فيه عضلة القلب بشكل كبير جدا خلاص هذا الكلام كلام خطير المرة الجاية بإذن الله هنبتدي نتكلم على مجموعة من الأدوية اسمها ونبتدي نشوفهم ونبتدي نحبهم ويخشوا في قلبنا ونبقى في قمة سعادتنا وإحنا بنتكلم عليهم بإذن الله